اشتركوا في القناة 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 أميرة تعريلي بالفضل أوكي طاري يا روحي مشغولة شوي وهخلص وأكلم على فجأة أنت كمين بحجن وصلت الدليع برحمة لسه بس هوصل لها الكارت دا جي إمت دا جي لك يوم وفا تلوجي الله أرحم طب تفضل أنت يومي أنت البوب أيوة 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 لشغال مع مدل قط بالضبط جيرا فينو الراجل دا غد صان بقلو شوي هو أنا معرفش طب هو مغير نمر التليفونه؟ يمكن يمكن إزاي أنتو مش شغالين مع بعض لا أنا 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 كنت أنا كنت شغال معاه المفروض ناديم باشا مستنيني دلوقت وفي معاد ما بيننا وأنت كل مواعيدة كده مش عارفها وللأسف كل مواعيدة معاه بتبقى حاجة خاصة بيني وبيني طب ثانيا أحنا تأكد تفضلي مستر ناديم البوب هنا وبيقول أنه عنده معاد أوكي أهلاً 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 بيك يا باشا استعد يا بطر المرحلة اللي جاء بتاعتك خدامك يا باشا إيه حكاية مراطة دي؟ ولا حاجة يا باشا هي فضلت تدور عليه كم يوم ولما معرفتش توصل لحاجة بلغت البوليس وبعدين؟ ولا حاجة جه البوليس ودور في كل حتة بيروح وسأل كل الناس اللي يعرفوهم وفي الآخر بلح والمكان اللي كان موجود فيه؟ دخلوه يا باشا وزي ما دخلوا زي ما خارجوا وشلت كل اللبس وكل الحاجات اتطمن يا باشا المكان اتنظف من يوميها ما خليتش فيه الهواء والمحلول اللي سيادتك الده تولي رشيته على الجزء وتاني يوم الصبح روحت اتطمن عليها ما لقيتش غير شوات عظم يا باشا وعلى بال ما مسحت البصمات وشلت كل حاجة كانت في طريقه لقيت لك الشوات العظم دابه لا يا باشا المحلول ده بيتباع فيه يعني عشان هتجوز بنتي تتاخد مني؟ للأسف وهو ده اللي هيحصل هو ده القانون يا مدام ملك وانا ماينفعش اغدعيك ولا اتحك عليكي واقولك ان احنا نكسب القضية دي بالعكس القضية دي خسرانة اه يعني عشان بنتي تفضل معايا ما اتجوزش انما رافق في السر ماشي اتجوز عورفي برده ماشي لكن اتجوز كده قدام الناس زي الناس المحترمة طالقي ياخد مني البنت وهو عادي بقى يتجوز ما يتجوزش براحته لا مش براحته قوي يعني القانون 25 لسنة 29 المعدل بسنة 2005 كان واضح وصريح في موضوع شروط الحضانة دي يعني مثلا لو امامة حضرتك كانت عايشة الله يرحمها كنا ممكن نرفع دعوة باسمها ونطلب حضانة البنت ليه وكنا ممكن نقول ان الاب متجوز واحدة تانية وان مرات الاب غير امينة على حضانة البنت طب استاذ جلق هو مفيش حاجة تاني ممكن استغلها ضده في المحكمة البنتي بتتعالج وعايزة عناية ورعاية وتاخد كيماوي وده ممكن يبقى مش لمصلحته وممكن استغله ضده يا مدام ملك اسمعي مني القضية دي خسرانة خسرانة ده كفاية انه ممكن يستغل ان انت سيدة اعمال ومنتش فضي الله ويا سلام بقى لو معامة حامي عقر واستغلوا موضوع مريم واللي حصلها مع الليسي وقال ان ده مش مستبعد ان يحصل مع البنت طب ايه الحل؟ هو في حل واحد انك تعودي مع طاليقك وتحاول تحلوها بشكل ودي ودي؟ انت تاني؟ هو انت مفيش حاجة بتتحل معاك غير ودي وليبت عايزة انا اقولك ايه؟ عايزة انا اخدعك واقولك يلا ندوس في القضية للاخر واجر منك مصاريف واتعاب واجراءات ومذكرات عمالة تتكتب وفي الاخر نخسر القضية وارجع اقولك ما تقلقيش لسه في استقناف ونقط لا مدام ملك انا ضمير المهني ما يسمحليش ان انا اعمل معاك انت كده بالذات طب يا استاذ جلال قولي اعمل ايه دلوقتي اتصرف ازاي؟ هو الحل الودي مفيش غيره طب ويفرض ما وفقش يبقى يا خضرانة ودي حاجة مستحيلة هتحصل خلاص يبقى بلاها جواز اصل الدكتور حازم راجل محترم دكتور في الجامعة له صايع وله بلطدي وسمعته زي الفل لحتى ما عندوش اي فضايح نقدر نستغلها ضده علشان نكسب القضية دي ما خلاص بقى يا وسام بلاس فضايح فضايح وانت اللي استشوفت فضايح اوه هنفضل على الحال ده كتير انا بقى لي اربع ساعات بفاهم فيك ومش حايز تفهمي افهم ايه ولا ايه ولا ايه ايوا يا عمي مين ده ايه هاري سود انا وسام انت مساحت نمرتي ولا ايه يا عمي بالزمه مش عيب اللي انت بتعملي ده عيب وانت اللي زيك يعرف العيب ولا حد علمه ايه هو العيب مش انت يا عمي طبعا ده الندل اللي انا متجوزات احترمي نفسك يا اوسام بدلا ومد ايد عليك لا يا شيخ والنبي اللي اتوريني هتمد ايدك علي ايه ازاي ايوا يا عمي بقولك انا كلمت خالي فهرج وجدي سلاح وابو اشرف جايين لي اللي لادي البيت هنا عشان حتطلق اه لا ابقى احكيلك بعدين اما تيجي ما تتأخرش مستنياك اه اوعى تنسى تجيب الايمة اللي الدكتور مضى عليها وانت جاي كان يوم اسود يوم ما تجوزت ياريتني سمعت كلامك يالله سلام انت فاكراني عاي صغير هتهدد باهلك لا سيد الرجالة عايزة بقى اشوف اللي لادي هتسد معاهم ازاي وديني وما اعبد يا حازم لفرج الخلق عليك وخليك عبرة لمن يعتبر قدام الي يسفق ولي ما يسواك ما تخراس بقى اوسام بتعمل علي انا ذكر والتانية اللي بتديك على نفخك بالجزمة بتوتي تبصرق لها عشان ترجعلك اقولتلك ما حصلش لي يا شيخ المفروض ان انا كدب عناي واسدقك انت هي ايه طانتكت محجبة والدبوس وقع منها فانت وطيت تجيبهولها اوسعي 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 ايه رايح فين هيو كلام تغيب بواب ما اقوللك اوسعي ما انتش نازل يا حازم غيرا ما اهلي يجو واتطلقني وانا مش محتاج اهلك ليكو عشان يطلقك يااخت انتي طالي اوسعي 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 بنت في كلية اداب وقسم اجتماع وتكون شمالي اه وقبالك من اندي عمالك طب خلاص اهدي 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 هتصرف هتصرف خلاص والله يا حاضر هتصرف النهاردة بالليل حاضر اوكي اوسعي 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 بنت في كلية اداب قسم اجتماع وتكون شمالي اوسعي اوسعي ويبقى عندها استعداد انها طيق بقى عشان تعملين اللي احنا عايزينه فالزورة دي اه 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 هيه اللي كان بتتكلم اي اوسعي ويا طهرة بقى قلتالها اللي رميق الهوليك ولا لا اصدك حكاية اللي سي اه اه اما كان قللك حاجة تانية غير دي ولا ايه اه لا هي مدتنيش الحقيقة فرصة اتكلم لانها شيطة على الاخر اه يا حرام يعني هي شيطة مدتكيش فرصة ولا انت اللي مش عايزة تقوليها لها تفرق برضه للمرة التانية مقولهاش ليه انت غريب صحيح مبتفهمش هي لما تيجي انا هقولها بس تهدى الاول ايه دي انت يا ماما كده هدي شعورك كده ايه دي كده طيب على عموم قليلها بقى ان انا رايح للرامي هم تنسيش تقوليها ده خلاص يالا باي باي بجد ان انت ما عندكش دم يعني هي تلاقيها منين ولا منين مش كفاية عليها عمها اللي مطلع عينها هنا قصاك انت كمان يعني انت دايما قلبك عليها خدي يا حبيبتي وصي دول شوية نعناية هدي بيوم قصابك كده وخدي وراهم أرسموا هده ها هم وتسلّف دي يا حبيبتي ها مش عايزة تعالي فضالي يا حبيبتي كش جيتك ومطرحك ايه داي اتأخرتوا كده ليه والله احنا بعد ما خلاصنا الشهر العقار يا نادية لابفنا كده على شوية بلوك عشان نتطمن على حسابنا واتطمنتو اه برد سكوت يا نادية اقترح الكهية معقدة ومعقرضة ومحتاجة يميت مكتب محاسم اقطع ضراعي اما كانت اختها هي عاملة الحكاية دي بأز ها جالت كنامي ها والله يا نادية كأنك سمعاني وانا بقول لها نفس الكلام واختك دي مش هتورد على جنة ابدا الله اتوقف لي يا حبيبتي وتتفضلي طعادي تبحتاجة حد يقولك تفضلي ايه حدم يا حبيبتي هو انت هنا يا اخوية تعال ارحمني من الزحمة وسوق مدري شوية يعني انت مش عارف انها جابتني على مال اوش انا لا امي امي يا نادية ما انا عارفك شوف الراجل كأنه ما قلش حاجة ولا اعرفك بيتاني مرة معلش ازاي كاميرا عاملة ايه معلش ناكس فانا لازم امش والله هجايبني كده من شغل يستم ايه كогда ت saludم ايه انا محتاجك عندي لك مفاجئة كبيرة اوي 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 انا اسطر ايه ايه اله ايه ايه والله عارف انها ايه عوز انتعرفتين و بتعملي ايه سابع بره تتصبح تتصبح بيه ولا تساءلي فيها هيخليها بنرها كده ايه بنرها ليه ما اقولها عن مفاجئة كبيرة ايه انك لغت التوكيل؟ هو لغي التوكيل ده المفاجأة؟ لا يا حانوة المفاجأة الكبيرة قوي 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 ان مريوم حبيبتي حبيبة عمها قررت انها تعيش معانا هنا للأبد لمو النهبي؟ اعملي انت عايزها يا ماري واعطي في المكان اللي ريحت انت حرف اللي بتعملي انت مش عايلة عشان افضل شايل اهمك طول العمر وكفاية كفاية قوي علي المشاكل اللي انا فيها وبعدين انت مستعجلة على ايه؟ وانا قريب هسبها لك مخدرة ولا انت فاكر هتجوز في البيت انت حتى ما فكرتش في شكلنا قدام الرجل اللي هتجوزه اه وفلوسك اللي انا محفظه لك عليها لما تتخذ منك ولا يسرقها عمك اللي عمل فيها السدر الحنية ما تلوميش اللي نفسك وبيخليه طلقك من الحيوان اللي انت تجوزتيه من ورانا مالك يا ملك ولا حاجة اقول لها ايدي بتاعي حبيبتي مشاكل قوليلي اتفقتي مع البنت على كم؟ انا ما تكلمتش معي في اي تفاصيل انا ما عرفش انت عذاب ايه اصل انت متأكدة الاول انها اداب لا ايه منحة اداب هي اداب واحذرش يا مهو انا بتكلم بجد اداب اجتماع مالسه بتقولي ان دكتور حازن استازة تتازل؟ طيب هاي دخلي هالي قوامل وسمحتي خاطر اوكي طيب بقولك ايه هي رانا بتشرب اي جوس ولا في حاجة موايانة بتشربها اه لازم فراش تشوس لو سمحتي طيب اوكي اه معلش انا غلبتك معايا النهاردة اصل الناني بتاعتها ما جاتش النهاردة وما كنتش عايزة سيبها الواحدة فاجبتها معايا فيهاي انا ومورت الدين اشتحبت اشتحبت ماشي يا ماري ماشي انت متأكدة ان هو ده العنوان؟ دهيلة مستر نذيب ايو امير عنوان داليا عبد الرحمن برسيخ كنت عاوزة اقولك على حاجة بخير انا في حاجة عرفتها ولو ما قلتلكش عليها ضميري حياني بني اوه ودي على طول اميره انا عرفت مين اللي بيبعت الحاجات على الانترنت صورك انت وملك مين هيا هيا ملك مكرا الصبح اجبلك الراجل اللي قدت له فلوس عشان يعمل كده طيب هاي وليلي هو ده الواد محصن ابو قلب الواد الاصمراني ده الرفاية عبو شعر نعم زي اللي موكرا مارسي مارسي ودي ايه افكر هاتي مش هتفكر ifiesاطهتنفيذي بس الدكتور حازم يعلي فيه. طب تحطيني ليه في مشكلة معي. ده ممكن يستقصدني ويسقق. وماله لما تسقطيلك سنة بخمسين الف جنيه. هتعملي ايه يعني بالتخرج. وبعدين ما انتشغاله زي الفل لقشته. وبس كده حرام. طب نخليهم ستين ويبقى حلالي. مية وعملها لك فضيحة بجلاجل. انا مش عايز اعمل له فضيحة. هو حدة محضر في الاسم. عرض عليك الامتحان مقابل انه ينم معاك وانت رفضتي. وبتجبي لي رقم المحضر. ويا سلام بقى لو شكوى العميدة كلية بنفس التلام اللي في المحضر. بقى تمام. تم مش احصل لو قلنا انه تحرش باية في مكتبه. واجبلك واحدة زميلتي تشهد. انها دخلت علينا القوضة. لقيته زنقني في الحيطة وانا بقول له عيبي يا دكتور. ما يصحش كده يا دكتور. والله يا فكرة. بس انا مش هزود ولا جنيه. خمسين كمان لزميلتي اللي هتشهد معنا. ما يصحش كمان لزميلتك برضو؟ بين البيع والشاري ايه؟ بين البيع والشاري سكتين ألف جنيه ما فيش غيره. موسيقى 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 شرفت مرسي موسيقى 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 طب يمين ثلاثة لايكون تلاقيك على ايلي. ونكرة تشوفي. مدام الموضوع دخل تحدي كده. ايه دا يا فهمي ما تعكنينش روحكم مان. ما تعكنينش روحي يا. ما تعكنينش روحي يا نادية بعد ما سمعت تشتبكي بودني. انا حرام يا نادية. قالت بتجوزاني وعارفك. شفتيني بمدي ايلي واسرق حد. انا حرام يا نادية. ابوك حرام يا طاري. لا يا بابا انت مش حرامي. بس هيا ما قلتلكش انك حرامي يعني. يا ريتلي ما خلفتك ولا شفت خلقتك. يا ريتلي ما خلفتك. انت قاعد ودانك تارشة ما سمعتش. ودانك مزودة. خلاص يا فهمي خلاص. ما تخليش مريم تندم انها سمعتك رسالة اللي ما تتسمى. قالت؟ قالت عليه حرامي؟ انا اخلي مريم تندم. قالت انا ما عشق مريم. بحبي مريم. طب والله. وانا ليك عليها علفان. انا لو عندي بنتي ما كنت احبها زي ما بحبك يا مريم. والله يا بنتي. والله بس سمعي. سمعي شتمتني ازاي وقالت حرامي عشان. بتاني مرة يبقى على المراكز ودانه مفتوحة. ويسمع شتيمي تابوب ودنه. سمعي يا بنتي. اعملي اللي انت عايزاها يا مريم. واعطي في المكان اللي ريحت. هم؟ 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 قلت لك ايه؟ بمعامك يا ساعة اللي عامل فيها السدر الحنيل. يعني انا الحرام يا بسدر الحنيل. شفتو؟ سمعت يا أستاذ سارق. يبقى ركز وفتح ودانك. بعدين جراه يا فاهمي. ات هتهد الواد ولا عايز الواد يشعللك؟ ايوه انا عاوزه يسخن هو يا نادية. يسخن هو. ويسمع شتيمي تابوب. ما قلوكو ايه؟ انا الموضوع ده كله كده مش عاجبني. ايه اللي مش عاجبني؟ كل اللي بيحصل ده مش عاجبني. يا سلام. مش عاجبت ليه؟ مش عاجبني. بتراح فيه؟ حاقومي. حاقومي غاير هدومي ونزل شم شوية هوا عشان اتخنقت. طبعا. طبعا. قومي يا مريم حبيبتي انتي. قومي غاير هدومك ونزلي عشان تفوك عن نفسك شوية. تلاقيك أرفانة من كلام اختك اللي قالت هونك في الرسال. قومي فوك عن نفسك يا حبيبتي. يا قرد حفاظي ما عليك. اوه. اوه. مش هتقدري علييا. انتي المش هتقدري علييا. بيك كده بس انا مامي. اوه. مان رانا. لا 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 لا. ايه 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 ايه. لا لا لا. كنت هدخله في نفسي. ايه 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 ايه. ايه 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 ايه. اوه. لا ثلاثين. ياف جود جامدة لا وريني كمان جامدة وريني بقى وريني يا جامد لعلي انا هشوفيلك حل مع البنت دي اه طيب هلو هشوف حل بس عايزك يسن ايه فيه ايه عايزك يف حاجة ضروري قوي غير ان عمرو مشي وراح عند رامي لا فيه حاجة تانيا داقالي ليسي دا اللي سمها رامي لما قابل اميرة ولما اسألها عارف ان اللي سي عايز يقابل نازين فخري باقى يشكل من اشكالا بس هاي من الفضال وطبعا رامي اتصحب من ليسانه وقالالها ده يبقى مين مش عارفZY ازي عامل كده ولا repent إزاي يعني، وينفع رامي ما ببقاش أبو العريف بصي، عشان بس أنا مظلموش احتمال كبير ما بقاش قال لأن رامي أصلاً ما عندوش معلومات عن الليسي ده كان حيموت ويعرف فينتو معلومة عنه لحد بقى مع أستاذ جلال قال له أنه موجز أختك بصراحة يعني أنا نفسي اتفاجأت لأنه كنتش يعرف أن مريم متجوزة ما تزعلش مني؟ بس يا بينك بيتك ده أكبر غلطة أنت عملت أنا مش فاهم يعني إيه اللي جد بينك وبين ملك ولا أنت مدى أنها هتتجوز ولا يا والله أنا ما بقيتش فاهمكم شيل إيش أنا بك ده إيش أنا بك مريم موعة تفتكر إني بأقولك كده عشان أنا متدقى إنك قاعد عندنا في البيت بالعكس والله ده بيت عملك يفضل طول عمره مفتحه أنا بس مش عجبني إن الأمور توصل بينك وبين ملك للدرجات ما ينفعش تسيب حدي سخانك على أختك حتى رأول حد ده ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة 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 طب والمصحف أنا كايبة والمشاكل وراي وراي مش راضية تسيبني إيه العباد اللي أنا بسمعها ومش معقول يا نديم كل ما شوفك أكلمك في المشاكل وإنت تقول لي علي عود بقولك بطفكك مني سيبني أنا لو ما كانك عامل كده تزنبك إيه كل ما شوفك أكلمك في المشاكل وإنت هندك اللي مكفيك مش نقصاني أنا خلصتي لأ لسه طيب أنا سامع نديمة أنا حبيتك أوه بس أنا مش هخلي حبي داي أثر على علاقة تب بنتي لو موضوع رانا دا ما زبطش وحسيت أنها ممكن تتخذ مني أنا أسفع مش هينفعنا كمل مع بعض ما فيش مخلوق في العالم هيجروا يأخذها منك وطول ما أنا موجود ما تقلقش من أي حالة ومش عايز أشوف دموك دي تاني هم يعني مع أنك بتبقى زي الأمر وأنت بتعياتي قررت لك إيه ست بتاعت الدراجة قررت لي أنت حلوتيك تحنية ولا طبعي تحنية بس بنتي كل الحلويات مع بعض ههههههههههههههههه العندك إيه بكرة؟ فيش لا عنديك أنا عامل إبنت كبير في بيت اللي في القطمة عشان باب ديا عهد ي��면 جتك seizure حبيب تكوني موجوده..�� على جان نسبة بقى اللي تنشغل هعد عليك بكرة أخذك معي وندخر مع بعض عشان هي الي ما تت كلمش يلك behaviour اوكي؟ اوكي مش قلتلك انك مش لوحدك يا حبتي انا مش فنزيعة مش ممكن لوحدي والله همسكي بكرة بقى جاهز لي خمسة من دول دون اوكي فين الكاش جاي ايو كده ايش تمورو دون دون اوكي دون اوكي بسه الفول يا باشا دون العنوان بتاع الست اللي هتعرفت كراشا هنم فين دون اذا ما كانتش هربونا عندها شخصية لو في المريخ بقون الله هنجيبها يا باشا تلاقيها وتحطها في المازن اللي كانت فيها قبل عمد ما يهربها هيحصل يا باشا عملت مع امراته اللي قلتلك عليها اتطمن يا باشا اوامر ساعتك بتتنفس في التو وفي اللحظة الولية دلوقت زمانها مرووشة من التلفونات اللي جات لها واحد واحلف لها انه شاف القط في العراء والتاني قال لها انه مقبوض عليها وانا بعوني الله بكرة اروح لها بحكاية جديدة خالص قل لها انه ضحك على بنتي من الصعيد وان اهلها عرفوا وانك شكك يا اما خطفوه يا اما قتلوله مفصحة تمام يا باشا بتوكر على الله خد بالك ما عندكش فرصة تغلط انت شفت بنفسك الغلطة ما عملهاش علاج السلام يا باشا السلام اومن بتشديك اين انه هناك ايه؟ انت مش اتبطل وساخة صح؟ وساخة ايه؟ انت دخلت اين زيق لكن او عايزة مني ايه؟ بعض تلك عشان خلص البشرية مني وتخلصت بشري مني ليه وحد اشتاكالك استهدي بالله طيب تشاهد على روحك طبعا أنا مش متوضي أنا مش معين بزولك كثير كي هروحوا اضعر والله هبوحك ده الله مش هتنظف يا ليسي مش يا أمي سيبك من ليسي دوعت انت بوضعيش مستقبائك عشان واحد تافل زي خالص ما هو تافل دا قعد بيلعب بمستقبلي لا 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 تيش 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 وبعدين من تبسان السلطانة قبل كده هقتلك وهتتأيد ضد مجهول ابوص ايديك اديني فوق طبعا ابوص ايديك اديني ابنت انا بحتى حضر حضر انا بايت خليك وراء عايز اي من نديم يا مواطي ماذا دين فخر ماذا؟ انا ما عرفش حضر اسم نديم فخر اصل انا نسيت نديم بسيت دين فخر نديم اللي انت بتشامشن وراء زي الكلب انا سي الكلب اديك وقلت زي الكلب حضر يمش وراء كلب وبعدين من نديم فخر دين او عايز اوصل له يعني اما انا معلم التليفون وكنت باعدت له مسج وحكت له القصة كلها عشان غبي وغلبان والله العظيم انه غلبان انا نوك 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 بس لكن افعال ما بعملش حاج وانا مش غلبان كنت مشيت وراءك الغد مديتيني خزوق عشان مواطي وتستاهي معلش طب سامحيني والله العظيم انا يعني ومعيد البتاعد عني والله هنعمل لكل انت عزيز بس بيدي البتاعد عني بقى انا تهدد من الميت النار معلش معلش عال عبيت عال عبيت هنمشي ورا وتسرق تليفوناتي انا مستعدة عملك اي حاجة ونبق الا لتقتل لي ونبق طب انا هديك فرصة تثبت بيها انك راجل يا مرة ما انا مرة انا مرة بس اعملك اللي انت عايزة ولا اعملك اللي انت عايزة تشلني وتشيل وختي من دماغي ونديم فخري ده ما تقربش ناحيته حاطر ولو عرفت انك بعد تحدي من طرفك يقولك كلمة كده ولا كده وحيات بنتي لسفارك فوق لا لا انا بحبش السفر انا بحبش السفر انا بحبش السفر طب خد التيلة روح خلتك انا رجعت الفيديو تحب اوريه لك لا شفته كتير شفته كتير مش هتشوفه والله معايش شوفه ورق طلع اختي توصل لها لا والله العظيم عبعد لعه ورق طلع 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 وحيات بنتي لشيعك اعملك كل اللي انت عايزة انا هتبر انك مدت يا ليسي انا مش هسلم الفيديو للبوليس لا انا هقتلك بايتي لا ليسي ميت ليسي ميت خلاص ليسي ميت براع في عائتك ولا حيات اغطق ولا احد والله ليسي ميت الله ارحمه كم من نوع لا انام ايه فحنا نمت نم انا انا انام حق ليسي ميت ليسي ميت ليسي نميت ليسي ميت ليسي ميت يا حلو الصبح يا حلو طل يا حلو الصبح يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو صبح يا حلو طل يا حلو الصبح المفتح على آخره يا صباح النعناع وليل يا باريب انتو تحب النعناع؟ بس تاهت وقناها ولا همك ان شاء الله بعد اما تفتري هعملي كوباي الشاي بالنعناع الهية وبعون الله كوباي الشاي دي اللي هتسلك لي بزورك وتخليك تنتقل هااااااااااااااااااااااا انا نبسي قوي نبسي ومنعيني يا حبيبتي قلبي اسمع صوتك الله نبسي نبسي اسمع الجواكي اكيد اكيد انت مليانة حاجات ومعبية كتير قوي نبسي اسمحها نبسي تشوف الشايلة ايه يا مريم نبسي اشوفك ايه يا حبيبتي طارق 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 طمت نادية اه دي مسكينة نزلك من فجر عشخاطر عيونك ايوه عشخاطر عيونك انت راح تجيبلك اللي هتخلي الرجل اللي انت متجاوز زي اه ده ييجي زحف على ركب يقولك طلبوتك اوامر تتحكي حتشوفي حتشوفي سبوري وحتشوفي مش انا قلتلك حطلقك حياتك انت تلطلقك هيحصل يعني ده انا حفضح نجلق وفركش لها الجوازة يا نوعيك فركش لها الجوازة؟ أنا غالي وطلب نخيص لا أسأل حدا في الدولي أن أنا فركش لها الجوازة صباح خير أزايك يا ماري تعمل إيه ده كله؟ بلبس نازل الشوكل شوكل؟ يا بني أنت كل ما أشوف خلقات تقولي نازل الشوكل أنا نفسه عربة تشغل إيه إنتا وبعد أنت فيه عصوليه؟ أحب سيب لك الشوكل ده وقعد لك في البيت أتوقض؟ أتوقض جنبومك؟ أتوقض جنبومي حيبق عندي اتنين ماما اتنين ماما لا يا حبيب فعلا يا ماما واحدة أوي أوي روح بس أنت بقريبتش جرايدي النهاردة؟ لا جرايدي النهاردة فيها ايه؟ النهاردة أجازة يا حبيب النهاردة أجازة؟ آآ ده أمرت إيه إن شاء الله؟ ده أمرت إني مريوم عنده؟ أمر إيه؟ شفت بقى؟ يلا قعد قعد يلا يا حبيب أنت عادي قعد يا ابني يا ابني يا ابني خليك جنك المال أصحى بالكورس كرة أو لا تفضلي تفضلي يا مالي أيوة لا أعربش يبقى جنك المال قبرا يلا يا حلو ما يدي إيري من الهارة والشفة حبيبتي يلا هروح أنا بقى أعملكو الشاي لا لا يا ابنتي لا والله والله ما أنت قايمة يا السلم ولدك الزعم ما أعمل لبنتي عببتي النور عناية من جوة الشاي دي إدية؟ يلا هكذا وكلها 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 حضر يلا cél خدي تَفضل يلا ههههههق لها يا حلو الصبح يا حلو الطون يا حلو صاة هنغرب Laz أبكرت في نقطتك على إمباراة؟ أبكرت في اللا قلتك على إمباراة؟ ليه؟ 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 تسمعيك يا دائم يا أعودي هنا مفيش مشاكل بس وقتك أحل اللي بينك وبين وقتك تسمعيش كنا مخط شكرا مريم، لو دي ملك، لو سمحت يرد عليها مريم، مريم سكارك، مريم، سكارك إيه مريم؟ الله، مريم، الله، 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 الله في إيهان إنت يا طارق، طارق عملت لها إيه قلت لها إيه شغل بكهانة عالصبح؟ أنا لا قلت ولا عيت من إيه اللي حصل لها؟ كانت لها ميسج على موبايلها، قارتها، عملت زي ما إنت شوفت كده خش اسألها ميسج؟ ميسج يا طرابين مين الميسج دي؟ آخر انتفاج دميني يا جماعة كله تمام سعدك ما شعاي صغلتا؟ دي أول مرة حضرتك تعتمد علي في حاجة وهتشوف انا قدها ولا لا؟ فين اميرة؟ مشيت من بادرة عشان تجهز للحفلة بالليلة وثابت لساعتك الظرف ده طب اتفضل انت معتمد عليك ان شاء الله ايو اه.. لقيتها؟ طب خليك ورا داليا دي هتوصلك لمدام رشا اسمع اللي بولك علي من سوكات اه سلام انت نفسك تبدي ايه؟ دكتورة دكتورة ايه؟ دكتورة اطفال مش محنا ما اطفال؟ ع внешو حاجات تاني ان ما باحبها ايش ايه الحاجات التاني جي sanctuary الدكتورة التانية الدكتورة التانية عن انت نفسك بعدك مستشفى كده زي عمك مفيد investigated اتخذ ابا ده ايه ده باصي باصي ايه وانت راشق في اي حاجة نكبع لأيه متسكل يا اما باصي بقى خذي دي باش عاو شوف تبا خليها خليها لا الله ينهارش اختفظياء بش عالي بقولك ايه بتكلمي شو عن نفسك اعتبر معك المايك كده عشرين ديئة عشرين ديئة عشرين ديئة ايه؟ كتير؟ انا لو كلمت عن نفسي صراحة محتاج مثلاً عشرين حلقة محتاج حاجة زي جيموف سرونز كده مسلسل كدير او لاي الحلمية كده أربع خمس حجزات كده عد اقوله بقى نيه سلام ده انت تلاقي حياتك فاضية مش محتاجة دقتين اصلا لا والله انشافها كده ايه؟ صراحة لا خالص انت عملك كم سنة؟ يعني في البطاعة ولا في الحياة عادي ايه الفرسافة الاوفر دي؟ ما تخلص لا بجد بجد بص يركزي كده فكري فيها كده البني آدم بيقاليه سن في البطاعة بس ما مش اي علاقة باللي شاب يعني انا اللي شفته يديني مسلاً خمسة وشرعين سنة بس في البطاعة خمسة وثلاثين ما راح علي عشان انا نخي على الآز كنت بدابلر السنة في سنتين وصعد في اربعة ام ومناش هكلي بيه اوي كده يعني مش اوي بس ما تجيبش ايو سي خالص لأ ايو سي وكنت ستريت ايز يعني كل حاجة على امتياز يعني كل حاجة وكنت جامل جدا في الجامعة والله كنت من ناس يعني اللي بغشش لقل كلها وبعدين ايه اللي حصل؟ مبقيتش اي حاجة بقيت عادي تمام زي ما انت شايفة كده وانده مبتخرجش من هنا ابدا؟ وبعدين ايه حكاية الموبايل اللي مش معاه جدي؟ ده موضوع كبير اوي طب ما تحكي ما احنا عندنا وقت يانا قدوم اكشون ديه وانا عارف اقول حاجة لانا كل ما اتكلمت ونطي بوق نعم بصي انا ابويا كان في السعادة انا ورسو انت هتحكيني من اول ابوك؟ شفتي مش هقول هتحدث عنك ام ابويا كان ما اقول كبير اوي في السعادة كان بيعمل كل بيوت الامرة والناس الكبيرة والتيل اوي في السعادة عمل فلوس كبير اول امي جد حكت علي خيرت كل الفلوس وهربت مع واحد وتجوزته ام ايه بقى؟ ام انا كنت في فترة دي ام دخل جاءة لسه في الجامعة وبتاع وامت قلت اطلع علي امريكا سافرت وكنت جيتهم اما الاتنين خاص اولا طي ابويا وطي امي بس كنت عملا اسحب بينهم فلوس بشكل عبيد ام اعمل اتدلع علي شوية اتدلع علي شوية وعد اسحب فلوس وانا في امريكا لحد ما حصل ايه بقى فجأة ابويا توف فجأة في نفس اللحظة سبحان الله وفي نفس السنة امي الراجل ضحك عليها خد كل فلوسها وفجأة بقيت على حديدة خالص بقى عنده عزبة كده كبيرة اوي تاكساس واشتغلت عنده سواق عربية ناقل واحد تاني البضايع وحاجات لحد ما ظهر لي واحد ابن مرة كده اسمت والراجل ده كان كرهني جدا مش عايف ليه وكان بيحط مخدرات هو اصلا تلعى كوك ديدر اللي ما كنتش عارف كان بيحط مخدرات في العربية وغبا انتقاض عليك انت شفت فيلم ده قبل كده اكيد بجد اما يعني بقى انخع اه وبعدين مفيش اتماسكت واتسجنت في امريكا اقولك انا شفت امريكا من تحت بقى بجد اه وبعدين مفيش بقى ويفت جنبي بنت مرات الراجل سبحان الله ببنا وقفالي جنبي الصراح وقعدت يعني قعدت وانا في السجن تزبطني وبتاع دفعتلي الكفالة والمحامي والحاجات وكمان اشتريتلي تسكاة التغران وشحنتني على مصر اوكي اه قصة طويلة مع اوكي فلنا اوكي اجاد اوكي 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 المترجم للقناة 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 أهلاً المترجم للقناة 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 دي أحلى مفاجأة حصلت لي في حياتي دسا مفاجأت كتير في قيدين تخطط لي انت هتشوفي من نفسك لسي لا تخبه بدمارك دي تشوفي من نفسك هيا ستشوى شوي لا أعلى طول ما رافيك نعم 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 موسيقى سماتة سويد موسيقى تباً روح سمعت مستوى تباً تباً اشتركوا في القناة 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 شكراً لكم 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 صباح شكراً شكراً لكم 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 ربنا شكراً لكم 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 والله هو حروم إن بنتي توحشتني واجيلك عشان تخلينا أشوفها أنا فكرت أروح لك عالبيت بس أولت بلاش أجيلك هنا أحسن عشان نعرف نتفاهم ما وبعض نتفاهم علي إيه؟ إنتي مش عارفة أنت عملت إيه بنتك؟ عارفة أكيد عارفة بس أصالحة لما أشوفها وهي عكيد هتسمحني أنا مكنش قصدي بدم تقيل معاها كده لما جدت تسلم علي بس أخوك هو السبب تصرفاته معاها هي اللي بتخليني أعمل كده تصرفات أخويا؟ أنت بتستعبط يا رشا مفيدة أروحك أنا مش جاية لك عشان نستفز بعض أنا جاية لك عشان أنت رجل عائل محترم وهتفهم كلامي وتتعبه كويس وعشان أنا زيئة زيئة الدرجة اللي مفكر أنت حر أقول الله أنا ما أقولش أنا مغلطش غلطت بس مش معنا أني غلطت أني أفضل طول حياتي هتفع تعمل غلطتي دي خلاص ومش عايزة يرجعلي وحر بس يسيبني شوف بنتي ومش كل شوية خلي رجالتوا يخطفوني في أماكن مقرفة وطول الوقت يهددني بالقتل أنا رجعت نفسي وفكرت كثير وليقيت نفسي غلط أو الله أنا مش عايزة حاجة مش عايزة أي حاجة مش عايزة فلوس ولا الشركة ولا أي حاجة خدها مني أنا عايزة بس يسيتني أشوف بنتي أخدها كده في حضني عايزة أشوفها النهاردة بقى أي طريقة أنا مش عارفة أنا كنت بعمل كده إزاي بسيبها على طول ما عاناني بتاعتها تعمل لها كل حاجة إزاي ما كنتش باخدها في حضني وأدلعها بس هتغير هتغير جدا هعمل لها كل حاجة أنا إنها أكلها وهجربها وهيذكر لها وهلعب معها كل حاجة وأنا كمان هبطل أخرج وأصهر وأشرب حتى السجاير هبطلها والكوك بقى أنت تعالجني منها يا عصد كبال للكوكو تخليني شندم إني قلت لك أنا ليس سركة رشا بتاعات زماني فاكرة فاكرة رشا لما جوزت نديم كان عاملة إزاي كان حلوة ماش كده موهم يا عربينة عربينة على فين طيب شو عدتيني توريني لوجي موعدتك إيه؟ بقيت تنسى؟ ولا رجعت في كلامك؟ ولا تكونش خايف من نديم أو مشترك معاه في الكتب بتاعت أني سافرت دي أو هتكون قلت لها أني موت بقيت تحديد من نديم لها جديد لا سوجي هي لك ايوه بقى دبتالي بقى في الاشتغالات اقول بقى الكلام انه ملوش معنا ولا لازم ادخلس دي اشاعة اخوك مطلعه هو عماد القط عماد القط ده ادواطي بقى عهد بسجاره انا لما شوفنا دي ما حكي له كل حاجة بس الاول يلا بينا نروح للوجي اخوك ايوه تعالي معايا ما جد هتوديني يعني خلى ايوه اللي اجي لك ايوه ولا بتدحك ليا ايوه بس ايا بس حلو الأكل حلو اللي رفدهم كلهم وليه لباس لا حلو قوي طيب عظم أميرة دي مزعجة ألا بلتنا الغداء عاشها بس صحيح السبب اللي هي جاية عشانه يستاهل ما كانش هينفع يتبعت لك بمسيج ولا بورق أصغنانة كده مع حد من السوائين ولا مع الجمال كان لازم تنجي هي بنفسها هي أصلاها عايزة توريني أنها موتة نفسها في الشور حاس أنها أيامها الأخيرة هتموت لا مش هتموت أختي دي طيبة قوي قوي أنا همشيها لإني زهقت منها تخلص الطبق ده كله عشانه لسه حطيلك طبق تاني تحرنا شطورة تعرف تاكل قوي كويس يا بنتي حرام عليك نفسك أنا ما شفت سكة وجيلك مع السلامة حبيبتي لازم أم حالا هاكلمك ما تنميش غير لما أجي ايه حبيبتي مين شطور بي كل واحدون شير روحي أنا زي ما قلت لك حالة شوك ما أسره عليها ما تخليها مش بالسوعبة اللحاصر يعني لو تقدمت للمحاكمة يعتبروها مجنونة يحوطها المستشفى وبعدين أنا تخلوا بتعيش حياتها بس هي فعلا انت عبانة ملا انت عبانة ملا بتاعها هي فين يا مفيد هي فين ما عرفش ما تعرفش المريضة دي كانت في مئة وقبعة فين ما عرفش وما هنلاف كلم الأبني قافل لبن تعالى باش تبع يبع يا مفيد لفضل ما لديها مفيد لعمل ليتها شباب الأن في المستشفى يا مفيد موسيقى 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 يعني لو كنت لقيتها عند أخوك كنت هتعمل إيه؟ كنت قتلتها قتلتها اي يا ناديم انت مجمون؟ مش هسبع عائشة بعد ما قتلت بنتي اه وتودى نفسك فدهي انا مش قادر انس بنتي بنتي ما تفرقش تفكيري ثانية واحدة مش قادر انس انها راحت مداني مش هرتاح غير لو خدت عبقها ما ظنش انك هترتاح لو قتلتها يا ناديم بالعكس انت ممكن تعيش كل حياتك متعزب انا مش هعيش متعزب عشان لي انا مش عشانه عشانك انت متهيق لي ناديم الراجل المحترم النظيف اللي كل ناس بتحلف بسمعته مش هعيش مرتاح بعد ما يقتل ناديم ناديم انت سمعني؟ مم طب ممكن ما تخوفنيش من دماغك دي وبعد ان احنا مش اتفقنا انه الماضي ده خلاص ورمينا ورانا وان الحياة قدامنا اتفقنا ولا لا اتفقنا يا ناديم انا حبيتك مش مستعدة يجي اليوم اللي اشوفك فيه مش جنبي او تبقى معايا وانت مش روخ من جواك يعني ايه يوم ما بقاش جنبك انا هافضل في الحاضنة كده هعطوك يا سلام عشان كده سبتني وانجري التاني يوم جوازنا انا احسي في روحة نصبع وفيه كمان اصبوع واحد بس عغيبة عنك فيه وبعد كده هافضل في الحاضنة على طول نعم ليه مستعدة مستعدة ايه رئيس الوزراء هيفتح المدينة واحدة حاجر الاساس بتاعها يعني ايه مش تبقى معانا اصبعا طب ماينفهش تعمل اي حاجة تضبط معايا بحيث انك تبقى معايا انا مش هايز انه معاك برده ساملي الدكتور ده مشكلة لو ما كانش صح المفيد ما كنش خدام معايا حياتك قاعد دي العمل المستحيل وخلص فحصلك حظم اوكي طب ممكن اخد مريم معانا يمكن اشوف لها دكتور هناك يشوف حلل المشكلة اللي هي فيها بالطبع طبعا انت تعمل اللي انت عانسا مرسي الله حبيب لانت مرسي اشتا مبريم اشتا مرسي عندي لكي خبر زي الفول هنسافر بارس انا وانت ورانا فيه دكتور هناك بتابع حالته حضري نفسك اشتا مرسي اشتا مرسي مش خبربون شكرا اشتا مرسي اشتا مرسي ان افراد ش stats اشتا مرسي لا أشتا مرحة موسيقى لحاوز يقفش الضبط كتير معلم التحوار بتاع ماريام ده في حاجة بشي مفهومة تقول لي بس في ايه؟ وانا راسيك اقص حي وليه مش مفهومه؟ يعني في سر طلقتها رجعت لها الصور اللي عنا وتنازلت على بلك وعاكد رجعتها اتاني مش شف جاني دلوقتي تقول ايه؟ لو مش عخرت بقاتل واحدة كالحسا ما خدته هتيجه دتلك ايه الجودة ايه؟ هو كمان عمال عمالي رايب البيت ده كمان معرف؟ انا مش فاق متشوفت من اخر مرة؟ لا متفكت بقى من الحواردة خلاص يعني هم يا رشيدة اللي بتقوم منها وخلاص هفكيني من الحواردة؟ لا يا حبيب مارم دي خدتني لغاية المأزوم يعني اتجوزتها يعني اذا ما اقفش منها افشة كبيرة اول طب انا دلوقتي مش فاهمة انت ناوي تعمل ايه؟ ناوي كده وبخطط لخبور لملك اختها يا ابني ما بلاش ام تجو اللي عجيب بتاعك ده؟ والله يا ابني انا لو رغيت الموضوع ده من دماغها بقى تهتاة يا رديك واحدة زي ملك ديت هتني ما انا اقلوكوا الموضوع خمسين مرة قبل كده مش عارف اقولك ايه والله استنى ايه ده دي ملك؟ ملك ميني عم ماريم ماريم؟ ايه ده صفة الدوزي لحد اللي الوقت هينفعت من اعنم السفر وتبعت لملك القرار ده وصفر ايه وبتاع ايه؟ ايه اعزان منحن السفر ليه؟ وانت ملكش بليه؟ انت ليك مكان اه حيل وادي اه صح اه انا ما هتلاقي اقولها لسلك الموضوع ازاي وده ما اعزانها منحن صح اتوقيت بتفهم ايه ده والله بتفهم حاجات مرضو كده لازم اقديلك حتة في الاخر مرضو عليها مش عارفة يا ملك مش عارفة يا ملك هي ورقة من مكتب محامي ما عليهاش اختام ولا اي حاجة رسمي يعني من الاخر كده مش انظار فهم قصدي ولي جايبة مش محضر ده موظف عند المحامي ده طب ادي هنا بس اتكلم عها اتكلم عها بس ديها واحدة بس يا ست مكتوب ان موكله خالد عبداللاطيف الليسي هياخد الاجراءات الرسمية لمنع زوجته السيدة مريم لطفي الجرحي من السفر ايه؟ معرف منين ده نحنا لسه فتحين الموضوع ده بس نبرح بالليل ماشي ماشي ابعتي الورقة اللي جاتلك لأستاذ جلال المحامي وقولي له مالك مستناق تفتي طب ايه بياني بس اتكلم عها اتكلم عها بس يا واحدة عايز ايه روامي بس انا مش فاضيالو يا نهب قولي له يركز في الشغل ويسيبه ملت النسوان بتاعه ده لا مش محتاجعة يا زراد خلاص نيسينا اللي عمله وانتهينا ماشي ماشي سلام مرانا حبيبتي طلع يشوفي لي مريم صحية ولا نايمة لو صحية تنزل لي على طول وانت استنيني في قطك حدري البلاي ستيشن اللي جبهالك انكل ناديم انكل ناديم؟ احفظي مامي اسمه بابا ناديم بيزعل من انكل طيب سوري سوري حضر لي البلاي ستيشن اللي جبهالك وبابا ناديم عشان نلعب جايب مع بعض بعد كده نحضر شناطنا بس الاول جاهزة للهزيمة؟ نعم جاهزة للهزيمة؟ طب ايه راييك بقى انه مامي ما بتتهزمش؟ هنشوف هنشوف تيابت متأكدة ان عنديك ست سنين بس مم وبدين هما ست سنين دور قليلين واه لا مش قليلين رحين تهيلي ماريهم يا حان نفسه عرف الزفت اللي ياسي عرف انها مسافرة منين متعدرة ان ما كانتش هي الاقلال قد تديمه بجيش مراغر مصايب ربنا يخدك أنت هو في يوم واحد نعوز بي الله ونعمر بك بكرا وبعدو بكرا وبعدو أيو في الوعدو كلها بكرا كلها بكرا بس ووعدو بكرا وبعدو ايه الحلاوة دي؟ يا ابن مشيك نحنح تعاوز نسرعي توقعني من طولي نسيبك انت بس ما نوقعك والحاجات دي جاي مبسوط وبتغني كده مغنيش لي يا أخوان مغنيش لي يا أهلا أنا لسه راجع من عند المحامي ومن طميني آخر طمقنة انت لسه برضا يا بابا اللي في المارك ده في المارك حق ايه حق ايه وانا اللي سمح الله ببرمج التتي وحاخد حق حد تاني لا ده حقي وشرع ربنا كمان ما هون بقى مبقيتش فهمك انا مبقيتش فهمك انت شوية تقولي انا مش عايز حاجة لي الموضوع كله مريم وانا خايف على مريم من اختها لحقها يروح وشوية تقولي حقي وشرع ربنا مريم مريم سيبك منا بقى يا مش بعيتنا وراحت تعالت معاهم خلاص لحتى معتظرتش يا راجل برسالة ولا بقى سن ام بقى بابا سن ام سن ام ايه سن ام دي جديد علي انا شخصيا اختراع جديد ده انا معرفوش والله يا ابن انا كمان جديد علي انا بسمحهم بقولوك الى سن ام سيبك من مريم سيبك من مريم سيب مريم دي للزمن اصلي مريم جاية جاية صدقني يا ابن جاية جاية بقيتش بقرى حتيجي بعدو فاهمني ايوة بس اساة اللي 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 كلام مالحا امه بقى مالحا امه هاة بكديم صرتي ليه SEE يوووو transformer مالحا امه له انا كنت ان لم تتليك علي أيوان؟ أيوان؟ وأول ما المهمة خلصت بسلام رحت تطالع دغري على المحامي ضايرت اوه هتكون نسيت كلمة من اللي أنا حفزته لك وانت بترمي المية على عتبة بيته ايب عليك يا نادي اه انت بدي هلأة لسه بجيبة وهي قلت لي فيها ثلاث مرات وأنا بروش المية بروش المية ده ايه التخلف ده؟ ولا انت روخت قدام بيته واحد ومسكت مية وعتر مية على العتبة بيته وأقول اشتوت 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 اسكت اسكت انت مش فهم حاجة ولا عرف حاجة ولا عمرك هتفهم حاجة لا انتو اللي فاهمين اه طبعا ولا ولا عارف اللي اسمه اللي اسي ده اللي اسي ده عارفه اللي اسي ده لو ما تلعش ماريب في ظرف يومين بالكتير ابقى تعالى تكلم معالا وهو انتو عايزين بقى ماريب تطلق ولا عايزين ملك تتحبس للنين انا شخصان عاوز للنين زي ما ابوك قال للنين للنين طب بصوا بقى انتو اللي اتنين اعملوا حسابكم ايه ان حتى ماريب دي لو اتطلقت انا استحال اتجوزها يا نهر السود ولا انا عملته ده ايه انا مش فهم ولا انا عملته ده كله ده ايه انتبتقول ايه انا زي ما سمعتوا كده لو ماريب دي اتطلقت انا استحال اتجوزها ولا خلاص طب حد استن ألا، يبقى، يبقى حينقتني، الوضع حينقتني ما فهو العصير بتاعك راح لا، عصير ده إيه، أنا أعمل له تاني أعمل له تاني، أعمل له عصير تاني يعني إيه؟ بشم على ضهر إيده؟ أنا وإنتي بس اللي نعرف الموضوع ده ما كانش فيه تالت بنا عارف منين؟ تعرفيش؟ وبعدين في الوقع على السهودة دي أنا مش عايزة فضايح مش عايزة ناديم يعرف عن الليس بتاعك ده ما الشكل هيبقى زبالة قدامه؟ هقول له باسبور اجدعه باسبور اجدعه إيه؟ ده يجيبه في ساعتين بقى ما قلت له مش ها؟ أعرف لي وحده ماشي يا ماريا أعمل نفسي مصدعك لما أرجع ما السفر ليه كلام تاني معاك ماشي أيوة أستاذ جلال وصلتك الورقة؟ طب وبعدين هو فعلا ينفعي من عام السفر؟ كنت متأكدة من إجابتك دي لا 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 حلول والدي يا إيه بقى هفكر في الموضوع ده لما أرجح إن شاء الله ماشي باي باي هم؟ قولي لنا حل يا سنت ماريا تعودي؟ ماشي أنا هسافر وإنت تعودي بس مش هينفع تعودي هنا لوحدك شكلها مش لذيذ يعني إن أنا هسافر واسيبك هنا ولا إنتي لكي رأي تاني؟ أنا رأيي تاخدي سادة وتروحوا البيت بس أقول إيه لنا دي أعصابي تجننتيني، تجننتي أمي مفيش وقت الحلول والقرارات خلاص أعودي هنا يا ماريا بس أقولها نديم إيه؟ هقوله أي حاجة بقى عندك امتحانة ديبلوما عندك علاج مع الدكتور عند أي حاجة بس هم ما يعرفش يلا يا مامي بقى أيوا يا حبيبتي مامي جاية جاية حياتي نفسي مرة واحدة مرة واحدة تعملي حاجة صحة في حياتك على طول أنت تغلطي وأنا أدفع التمن تعمل طول متعصابي عليها كده؟ أعمل إيه بس يا رانا؟ ده أنت يا حبيبتي بتسمعي الكلام أكتر منها بس هي طيبة طيبة آم أنا عارفة بصدت حمل حاجات تغيز بس مين اللي بيكلمك؟ ده بابي طب وقفلت عليه ليه؟ وصلي بصراحة مش عارفة أقول له إيه؟ أقولي له إنه ولا أقولك لا تقولي ولا تعيدي أنت ما تردش عليه خالص لحد ما نسافر شكرا